طب هو الابتكار واضح لكن ايه المزايا اللي دلوقت الدكتور بيكسبها والمريض بيكسبها من الابتكارات الجديدة دي واكبر مزايا للدكتور ان العملية بتاعته بتبقى بتنجح نجاح منقطع النظير والاهم من هذا ان الوسائل دي بتخلي نسبة الارتجاع تكاد تكون معدومة على عكس ما الناس بتتوقع او بتفكر او ييجي مثلا المريض دي يروح لجراح ما بيعملش عمليات بالمنظر يقوله ده المنظر ده بيرجع تاني ما فيش الكلام ده طبعا المنظر بيحافظ على الانسجة الطبيعية احنا التصوير للطبيعة دكتور يوسر اني لازم افتح بقى فتحة كبيرة واخش واشيل كويس عشان الحاجة ما ترجعش هو يعني بعض لكن الحاجة بتطمينا ان نفس المنظر بيديلي نفس النتيجة احسن من ذلك احسن كمان انا بشوف برؤية العين بتاعتي رؤية مباشرة في قدامي لكن انا بالمنظر بشوف 360 درجة بقدر اشوف الزوايا والخبايا اللي ممكن ما جيبهاش بعين كل ما هو محيط بالضبط وبالتالي انا ما بدمرش الانسجة الطبيعية عامل زي واحد بالضبط عايز يفتح غرفة انا لو معايا المفتاح هفتح بالمفتاح ادخل اشوف اعمل كل حاجة النهاردة فيه كاميرات ممكن تدخلها من خرم الباب وتصور كل حاجة جوال منطقة كل المكان كان زمان او الطرق التقليدية هو انه يكسر الباب او يفتح الباب الكلام ده ما بقاش مقبول لاننا كل ما حفظت على الانسجة الطبيعية كل ما نسبت الارتجاع والارتداد قلت بكثير جدا مش بس المريض بتاعها هيفوق من العملية يقدر يتحرك ويوطي ويمشي ويعمل كل حاجة ويلعب كورة كمان لا ده كمان نسبة ان يرتد عليه المرض تاني ضئيلة جدا هل الابتكارات دي بتستخدم في كل انواع الجراحات العمل الفقري ولا انتوا ما زلتوا بتستعملوها في حتة معينة وفي انواع عمليات معينة لا هي طولز مين يقدر يستخدمها هي كمان مين طبعا مين مدرب أنه هو يستخدمها مين اللي عنده الامكانات دي وبالتالي النهاردة اللي عنده الامكانات دي عمره ما هيستبدلها بالطرق التقليدية وبالتالي بيقدر يستخدمها في كل المجالات انسحبت النهاردة جراحات المناظير والجراحات الميكروسكوبية على كل الجراحات اللي بنعملها لتطويع الجراحة الطويلة اللي بتاخد 6 ساعات تخلص في أقل من ساعة الحاجة التانية الفتحة الكبيرة اللي بتحتاج غرز وا 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 ما بتبقاش فتحة بتبقى دخلة بسيطة جدا ممكن ما يبقاش فيها غرز من بابه بتبقى قافلة سحرية الحاجة التالتة والأهم انك ما بتحتاجش بينج كتير ما بتحتاجش تقعد المريض ده في رعاية مركزة بعد العملية ومن سامة المريض حتى اللي مركب جهاز تنظيم ضربات قلب بتقدر تعمله عملية المريض اللي عنده قصور في الشريان التاجي بتقدر تعمله عملية المريض اللي عنده مشاكل صحية عويصة جدا ما بتقدرش تعملها بالجراحة التقليدية بتقدر بهذه الجراحات انك تعمل كل حاجة في العمود الفقري بداية من الانزلاق الغضروفي قصور الفقرات تشوه الفقرات تزحزح الفقرات ومرة تانية وتالتة وأكد ان هذه الجراحات هي جراحات عبقرية واللي يقدر يعملها مش ممكن أبداً يستعين بالوسائل التقليدية العديدة